موسيقى صيف سياسي ساخن عاشته الجزائر تميز بكثرة المبادرات السياسية أحزاب الموالة فصلت في أمرها وتكتلت لمطالبة رئيس الجمهورية بالاستمرارية وأحزاب المعانضة اجتمعت في طرح المبادرات واختلفت في تصورها للمرحلة المقبلة وجعل المبادرات السياسية المطروحة في الصاحة قاب قوسين يوادنا من الموت السياسي ما يعاب على هذه المبادرات هي أنها كلها بدون استثناء تتشابه في مضمونها وتتشابه في مخرجاتها في ظل وضع القائم في ظل طبيعة منظومة الحكم في ظل طبيعة الأحزاب السياسية في الجزائر كل هذه المبادرات ستصل إلى طريق مسدود ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية تجد أحزاب المعارضة المتفرقة نفسها في ممر ضيق سيزيد من صعوبة مجابهتها لمرشح السلطة ما يجعلها أمام خيار واحد ووحيد الاجتماع على طاولة واحدة لتجاوز الاختلافات خاصة أن مبادراتها تتشابه في الشكل والمحتوى حزاب المعارضة لا بد عليها ومحكوم عليها بمختلف إديولوجيتها وألوانها وطيفها السياسي محكوم عليها أنها تتوحد حول المشروع لأن هذه المبادرات كلها مبادرات متقاربة لما نحكم مبادرة حزب العمال مجلس تأسيسي تشبه نفس ما كان يطلبه الأففاس منذ الستينات منذ السبعينات المتتبعون للشأن السياسي رونا نتكرار سيناليو اجتماعي مظفران يبدو أقرب إلى الاستحالة في دل تمسك كل حزب بمبادرته السياسية وتمسك حزاب المولد بمرشحها الرئيس بوتفليقة حتى الآن